بسم الله الرحمن الرحيم وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق قال ابن القيم رحمه الله المعاصي يولد بعضها بعضا ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها كما قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته إليه الملائكة تؤزه إليها أزاه وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها وهذا الأمر يعني سبحان الله أعرف شخصا يعني من كبار السن من الصالحين نحسبهم الله حسيبه كان يعني يقول أحيانا على صلاة الفجر أشعر أن يدا توقظني وهنا يشعر أن يد يعني تضرب كتفه توقظه تهز كتفه فأستيقظ وأنظر من هذا الذي يعني لمسني وضرب كتفي ولا أرى أحدا أنتبه فإذا سبحان الله موعد الصلاة تماما وكذلك شخص آخر حدثني يقول أحيانا في وقت الصلاة تأتين رؤيا فتوقظني من النوم فأتفاجأ فإذا أنا على أذان الفجر فأبتسم وأعلم أنها يعني من الله سبحانه وتعالى الملائكة الله هو الذي يسخرهم جاء شاب إلى حكيم فقال له إن في نفسي ذئبان يتصارعان أحدهما يدعوني إلى الخير والآخر إلى الشر فرد عليه الحكيم بجواب عجيب قال سينتصر الذي تطعمه إذا كنت تغذي الطاعة وتنميها ستكبر وتقوى وتهزم وتغلب داعي الشر في نفسك إذا امتدت جذور الشهوة في أرض المعصية وتركتها من غير سيف التوبة سيأتي يوم من الأيام وتسحبك إلى أسفل سافلين ستسحبك إلى أرض الجحيم لذلك المؤمن كلما امتدت جذور الشهوة يقطعها مباشرة بالتوبة هكذا ينظف نفسه يطهر نفسه ينقي نفسه أولا بأول من هذه الجذور الخبيثة التي ستخرب علي حياته وحديقته ومزرعته يقول ابن القيم أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه وذلك علامة الهلاك فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله لذلك العلماء من أولهم إلى آخرهم يحذرون من إدمان المعاصي وأخطر ما يكون على الإنسان الذي يجعله ينتكس انتكاس خطيرة ويموت قلبه ولا يشعر بشيء ألا وهو إدمان الذنب والإصرار عليه وعدم التوبة منه البعض بعض العصاه لو حصلت المعصية الآن ما عنده مشكلة أنه يرتكبها ما عنده نية أصلا أني أنا لن أقع في هذه المعصية أني أنا أبغض هذه المعصية ولا أريد أن يغضب الله عليه ولا أريد أن أخسر حب الله لي ما عنده هذه الأمور مسأل الله السلام والعافية وكان من دعاء بعض السلف اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك قال عبد الله بن المبارك اسمعوا إلى هذه الأبيات رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وقال بعض السلف والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها يقصد لذة المعصية المؤقتة يخسر مقابلها أضعاف مضاعفة من خير الدنيا والآخرة هذا والحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر